ارتباك يسيطر على مفاصل الاقتصاد التركي تحت زعامة أردوغان فعملة محلية قيمتها تتراجع وديون أعامة أو شكت أن تقضي على اقتصاد البلاد بعدما سجلت أكثر من 240 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي يبلغ نصيب الفرد من تلك الديون ما قيمته 2900 دولار في بلد يصل تعدادها السكني لنحو 84 مليون نسمة الاعتماد على الاستدانة هو السبيل الوحيد للاقتصاد التركي وهو مفسرة الأرقام بعدما سجلت نسبة الدين الخارجي على تركيا نحو 43% من إجمالي الدين العام حتى العام الماضي وفي مطلع العام الجاري حقق مؤشر الديون في تركيا ارتفاعا منحوظا بعدما قفز الدين الخارجي خلال الأشهر الخمسة الأولى بنحو 14 مليار دولار ليسجل 100 مليار دولار في حين ارتفع إجمالي الدين الداخلي خلال نفس الفترة بأكثر من 32 مليار دولار مسجلا 142 مليار دولار مخاطر الديون على تركيا جعلت المؤسسات الدولية تتوقع الأسوأ للاقتصاد التركي فوكالة مودز توقعت انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% مع نهاية العام الحالي إضافة إلى مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها لتسجل أكثر من 12% وهي النسبة التي تفوق توقعة البنك المركزي التركي الذي توقع أن تحقق 7.5% بنهاية العام مؤسسة ستاندردان بورز توقعت أيضا انكماشا في الاقتصاد التركي هذا العام بنسبة 3.1% كما ثبتت التصنيف الاقتمالي طويل الأجل لتركيا عند التصنيف السلبي ماينس بي بي ناسيما وأن إجمالي الدين العام في تركيا بنهاية العام الجاري يسجل مستوى 34% إلى الناتج المحلي الإجمالي البنك الدولي عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا للعام الحالي خلال يونيو الماضي مؤكلا أن الاقتصاد التركي سيشهد تراجعا بنهاية العام محققا انكماشا بنسبة 3.8% على الأقل في وقت توقع في صندوق النقد انكماشا الاقتصاد التركي بنسبة 5% خلال 2020 واشرين